موسيقى زهر كوداي حارسة مرمى منتخب إيران لكرة القدم للسيدات أثارت قصتها الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديم الاتحاد الأردني شكوى لنظيره الآسيوي مطالبا بالكشف عن جنس حارسة المرمى على خلفية منح كوداي 31 عاما منتخب بلادها بطاقة الترشح لبطولة كأس أمم آسيا للسيدات لأول مرة في تاريخ إيران على حساب المنتخب الأردني بعدما تمكنت من صد ركلتين ترجيح في المباراة وبدأت تشكيك في جنس اللاعبة بعد لفتها الأنظار خلال المباراة بلاياقتها البدنية الملفتة وأعلن الاتحاد الأسيوي أن نتائج التحقيق أثبتت أن جنس حارسة المرمى هو أنثى على الأثر استنكر مغردون ما قام به الاتحاد الأردني معتبرين أنه يؤثر على نفسية اللاعبة بعد حملة التنمر والتمييز التي تعرضت لها في الفيلم الشهير هي الرجل المستوحى من عمل شيكسبيري بعنوان الليلة الثانية عشرة أو كما تشاء تضطر المراهقة فيولا أن تتقمص شخصية أخيها بغية المشاركة في فريق كرة القدم المدرسي للذكور وعندما تحقق إنجازات باهرة تكشف عن هويتها كي تؤكد لأمها أولا ثم لمدربها وزملائها أن الرياضة لا تقاص بالجنس وأنما بالمهارة هذا ما لم يقتنع به كثر في عالمنا اليوم ورغم كل التوصيات العالمية والنداءات الحقوقية لا يزال التمييز فاضحا بين الجنسين وخصوصا في عالم الرياضة فالمرأة حين تكون قوية توصف بأنها رجل وعندما تفيض أنوثة تصير مجرد صورة جذابة تسيل اللعاب الذكوري لا أكثر بين هاتين النظرتين معوقات كثيرة تعترض النساء في المجال الرياضي مثل التنمر والتحرش والمضايقات الإلكترونية وفجوة الأجور والتحكم بملابس النساء هذا يدفعنا إلى السؤال عن الدافع وراء هذا التمييز لماذا ينظر إلى الرياضة على أنها منظومة ذكورية؟ ما هو دور الاتحادات واللجان الأولمبية في دعم المساواة بين الجنسين في هذا المجال؟ وإلى متى ستدفع المرأة في مجال الرياضة ضريبة خياراتها الشخصية؟ عن التمييز ضد النساء في مجال الرياضة نتحدث اليوم في هذه الحلقة من كلمة حق مع ضيفينا المختصة بالشأن الرياضي والإعلام النسائي الدكتورة منال بزادوغ وأمين عام الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الصحافي عوني فريش دكتورة منال بزادوغ وأستاذ عوني فريش أهلاً وسهلاً بكما في هذه الحلقة من كلمة حق دكتورة منال نبدأ معك ما هو تعليقك على ما جرى مع حرسة مرمى المنتخب الإيراني زهر قدأ يسعد مساكي ويسعد مسا زميلي عوني فريش وألف شكر لإيطاحتي للفرصة بأننا نتحدث بهذا الموضوع حقيقي موضوع قصة حارسة مرمى إيران الشهيرة والتي صارت الترند على أول أوفر تعود قصتها لشهر سبتمبر لما التأى الفريق الأردني والإيراني بكأس آسيا تصفيات كأس آسيا في سبتمبر الماضي وطبعا تفوق المنتخب الإيراني بركلات الترجيح أربعة مقابل اثنين فكان عنا طبعا ملاحظات من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأميرالي وأصدر بيان قال فيه وكان هذا البيان في منتهى الشفافية والوضوح كان البيان الذي أصدره اتحاد كرة القدم لا الاتحاد الآسوي في معرفة جنس الفريق كامل وليس حارسة المرمى بالتحديد وكان هذا مبني على موضوع قصة حصلت ب2008 مع المنتخب الإيراني بزج أربع لعيبة من الذكور في مباراة نسائية وكانت هناك فضيحة بهذاك الوقت وهذا هو الأساس اللي بنى عليه الاتحاد الأردني لكرة القدم دكتورة منال يعني بعيدا عن تفاصيل القصة اللي كلنا صرنا منعرفها الفكرة هي أنه نحن عايشين هلأ بزمن صار فيه واعي كبير على أنه ليس كل ما يظهر كرجل أو كأنثى هو بالضرورة رجل أو أنثى يعني نحن تخطينا هذه الصورة النمطية وصار فيه واعي كبير حول هذا الموضوع ألم يتم التفكير بمشاعر وكرامة هذه اللاعبة عندما تم التنمر عليها بهذه الطريقة؟ هلأ أنا معك بأنه هناك كان أكيد ضرر نفسي أكيد فيه تنمر وأشكال التنمر عديدة ولكن نحن لازلنا نجهل بعض النقاط البسيطة فيما يتعلق بهذه الناحية نعم أستاذ عوني لماذا الاستخفاف بالأداء الأنثوي في المجال الرياضي؟ يعني طبعا حكي عن تنمر وحكي عن نوع من التمييز على حارسة المرمى ولكن كمان هذا الاستنتاج بأنه قد تكون رجل يوحي بأنه المرأة قد لا تكون قادرة على تحقيق ما حققته حارسة المرمى زهرى قضايا لماذا هذا الاستهتار؟ وهل كنتم لتخضعوا لنفس الطلب لو قام به الفريق الآخر وتم التشكيك في إحدى لاعبات الفريق الأردني؟ بداية أنا بمسي عليكي وبمسي على زميلتنا منال وعلى المشاهدين الكرام طبعا لا توجد هناك رابط بين حالة الحارسة الإيرانية والحالة التي تذكريها في موضوع الممارسة الرياضية الأنثوية للرياضة طبعا هذا شيئا مختلف التنمر على الحارس لا يعني بأن هناك تنمر على الفتاة وعلى ممارستها للرياضة بشتى أنواعها لأن الفتاة الرياضية في الوطن العربي ولا نقول في أمريكا وفي أوروبا تحظى برصيب طيب وكبير من المشاركة ومن الاهتمام والرعاية تأهلها لتكون عنصر فاعل في المجتمع الرياضي في كل الدول العربية ومنها في الأردن تحديدا هناك اهتمام كبير وهناك ممارسة فاعلة لكرة القدم وكل الألعاب وهناك بطلات أولمبيات وبطلات في كل الدورات وفي كل البطولات التي أقيمت سواء كانت عربية أو دولية صحيح أن هناك فيه هناك نوع من الاهتمام الذكوري الأكبر لكن هذا لا يعني بأن الأنثى مغيبة عن المشهد الرياضي في الأردن أو في الدول العربية لأن نشاهد الفتاة تمارس الرياضة جنبا إلى جنب مع زميلها الرجل وهذا ما يضحب هذا الحديث عن التمييز بين الرجل والفتاة نعم أستاذ عوني نحن لا نتحدث عن التغييب جميل ما قلته ونحن لا نقول أن المرأة مغيبة ولكن هناك استهتار تبينه أيضا الأرقام مثلا نسبة 68% من العاطلين عن العمل من خريجي كليات الرياضة في الأردن هم إناث هل هناك مساواة في الرواتب بين اللاعبات واللاعبين في الأردن في المجال الرياضي؟ أيضا هذا يعني برهان آخر نحن لا نتحدث عن النواية الطيبة وتشجيع النساء على المشاركة في الرياضة نتحدث عن الحاجة إلى المساواة الحقيقية وتقدير المرأة الرياضية بقدر تقدير الرجل الرياضي هنا أنا أتفق معك بأنه تفضيل الرجل على الفتاة هذا وارد في كل الدول العربية الاعتبارات عديدة منها الاعتبارات العادات والتقاليد الشرقية اللي بتأكد على حضوة الرجل على الفتاة في المجال الرياضي تحديدا خلينا نحكي وعدم تواصل الفتاة مع الرياضة فيما بعد يعني فيما بعد الزواج أو في قضية الاحتراف الخارجي أو في القضايا الخلافية الأخرى هناك دائما تفضيل للرجل لاستمراريته والي ممارسة الرياضة باعتباره هو البطل الحقيقي والفتاة مقصرة في مجالها وحتى في موضوع الرواتب وفي موضوع المكافآت الرجل أنا أتفق معك بأنه يحظى بنصيب الأسد من موضوع المكافآت ومن الرواتب المجزي التي يتقاضاها على حساب زميلة الفتاة الرياضية لكن القاعدة ممارسة الرياضة الأنتوية في الأردن وفي بعض الدول العربية قاعدة بسيطة وغير كبيرة كما يحظى بها الرجل كما هي حاصلة بالنسبة للرجال نعم دكتورة منال أعود إليك وألفت إلى أن نسبة 68% التي ذكرناها هي بحسب إحصائيات وزارة الشباب الأردنية كيف تصفين واقع السيدات الرياضيات في مجتمعنا العربي بشكل عام ليس فقط في الأردن نحن نقول أن الرياضة النسوية هي داعم وركيزة من الركائز الجوهرية في المجتمع العربي والمجتمع الأردني بشكل خاص خلينا نقول قد يكون هناك بعض العوائق الاجتماعية قد يكون هناك بعض العوائق التي تقف في وجه الرياضة النسوية بشكل عام وكان هناك دراسات عديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع وكان هناك 11 سبب تقريبا لواقع الرياضة النسائية بالوطن العربي بشكل عام قد يكون العداد والتقاليد المجتمعية قد تكون هناك القناعات قد يكون هناك أسباب دينية لعدم مثلا ممارسة الرياضة أو ممارستها وهذا يختلف من بيئة إلى أخرى نحن بحاجة إلى برنامج متكامل شامل لتوعية المجتمعات كافة وكل المستويات في أهمية ممارسة المرأة للرياضة لأنه هو حق واجب للمرأة بأن تكون هي متميزة في أداءها فنحن نتمنى بأن يكون هناك تعاون ما بين الاتحادات ما بين الحكومات المتعاقبة بأن يكون هناك دور رئيسي واضح وشفاف بأن المرأة هي جزء كبير من المجتمع إذا لم تكن برأيي الشخصي هي المجتمع بأكمله نعم سنعود إلى هذا الموضوع بعد الفاصل تقول الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي تعودت النساء هنا منذ قرون على حمل أحلامهن كقنابل موقوطة أترككم مع هذه الفكرة ونعود إليكم بعد قليل الرياضة هي بلشت معي منه أنا عندي تسعة سنين بثبت بعدين على سن الخمسة عشر خبرونا أنه لازم نروح للنيجي ونسوي تقوية عضلات وهيك فهيك بلشت في كمير الأجسام والفتنس في الأول حبيت بس أني أكون رياضية وأكون أول تونسية أني بشارك في بطولات وبعدين لقيت نفسي أني أول عربية محترفة فرياضة بلشبالي حيات اليوم اللي ما تمرنش فيه بكون مش أنا بكون ديبريست بكون مش في المود بالمرة في الأول أهلي كانوا معارضين شوي بيقولوا لي أنه رياضة طبع أولاد والموضوع يعني ما كانش حتى في تونس أنه منتشر كثير ما كانوش فيه بيني تلعبوه كمان أجسام وهيك بعدين قالوا لي يعني شافوني أنه أنا أنسسد أني أروح الجام وأتمرنه هيك فقالوا لي إلي تبغي تسويه سويه في الأخير إحنا support لإلك مهما كان لسه كمان مش رابية أبغى العضل يكبر أكثر وجسمي يكبر أكثر وأكثر صوتها زي الولد وجسمها زي الولد لما بيقولوا لي صوتها زي الولد بقولهم thank you لما بيقولوا جسمك زي صار يعني صار زي الولد بقولهم استنوا كمان رح تشوفوا أنه رح يصير أكثر بحسهم أنه ناس عندهم لمت معين أو مخهم محدود في شي معين بقولهم أنه الحياة أكثر من هيك الحياة توسعة والعلم متطور ومخ الإنسان مو محدود فلازم تحترموا الشخص مهما كان وتحترموا الشخص مهما أي حاجة بيسويها الرياضة متقتصرش على الرجال ولا على المرأة بس لأنه الرياضة مجوعة للإثنين لأي جنس رجال ستات بناك أولاد صغار كبار يعني إن شاء الله بس سحتي تكون بخير وأقدر روح الجيم فما رح أوقف بالمرة أستاذ عوني فريج ودكتور منال بزادوغ أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج كلمة حق أستاذ عوني يعني تحدثت دكتورة منال قبل الفاصل عن موضوع المجتمع الأردني خصوصا والمجتمع العربي عموما والعناصر التي قد تؤثر سلبا على تهيئة المرأة لسيرة مهنية في الرياضة وللالتماع في الرياضة ما هو الدور الذي تلعبونه أنتم في دعم المرأة في الرياضة وفي دعم المساواة بين الجنسين في هذا المجال دورنا كإعلام ورجال إعلام ومطلعين على الواقع الرياضي في الأردن وحتى في الدول العربية فنحن طبعا ندعم دور المرأة ودائما وأبدا وكثيرا ما كنا داعمين حقيقيين لكل النشاطات الرياضية التي تحصل وتقام في الأردن أو في الدول العربية أو في الخارج فبالتالي دائما وأبدا نشجع على ممارسة الفتاة للرياضة لأنها جزء من المجتمع وهي فتاة فاعلة ولديها إمكانات للتطور ومحاكاة الواقع الرياضي بكل قوة وبكل اقتدار ونشاهد الآن حتى في الأردن انتشرت الأكاديميات والمراكز الرياضية والأندية التي تشرف عليها فتيات وهذا ما يؤكد بأن نحن نصير في الطريق الصحيح حتى في رياضة النسوية رغم محدودية العدد وضعف القاعدة الممارسة للرياضة النسوية وهذا أمر حتمي ووارد في كل الدول العربية أنا باعتقادي نعم ولكن للأسف غالبا في الإعلام يتم التركيز إذا كان هناك من تركيز تركيز على شكل المرأة الرياضية يعني هناك أيضا هذا الاختصار للمرأة حتى في المجال الرياضي بشكلها والله أنا باتفق معك بهذه المقولة يعني خلينا أكون واضح وصريح جدا معك وما أني أبالغ وأحكي لك أنه والله بالعكس إحنا من مارس دور النقد الرياضي من مارس دور خلينا نحكي التغطية الإعلامية الصحيحة والمتوازنة فيما يتعلق بالفرق الرجال أو الفرق النسوية لا طبعا فيه تحيز وفيه تمنيز واضح بين الرياضة خلينا نحكي كرة القدم النسوية وكرة القدم الرجالية فالدور الأردني للمحترفين يأخذ مساحات كبيرة في الإعلام سواء الإعلام المسموعة والمرأة والمقروع لكن على حساب الخبر اللي بتم بثه عن طريق الاتحاد اتحاد كرة القدم فيما يتعلق بالدور النسوي تحديدا والاتحاد ولولا الاتحاد لا يبث أخبار فرق كرة القدم النسوية لما تجشم أي شخص عنه البحث عن نتائج الفرق وفيه اهتمام أكبر بالرياضة اللي بمارسها الرجل على حساب الرياضة النسوية بكل تفاصيلها نعم دكتورة منال بالواقعي اللي بيتابع المشهد على مستوى العالم بلاحظ أنه هذا التمييز موجود أيضا في الغرب وفي بلدان مختلفة يعني رفعت مثلا لاعبات المنتخب الأمريكي دعوة ضد التمييز اللاحق بهم فيما يتعلق بعدم المساواة في الأجور واختلاف ظروف العمل بين اللاعبات واللاعبين أيضا في قوائم أعلى مئة رياضي أجرا حول العالم التي صدرت في يونيو 2019 توجد سيدة وحيدة في القائمة هي سيرينا ويليامز لماذا حتى اليوم تكسب النساء دخلا أقل لقاء أداء المهمة نفسها أو العمل نفسه؟ يعني ممكن أنا أختصر هذا السؤال بكلمة واحدة هي النظرة الذكورية للمرأة وعدم الإقناعة الكافية بأداء المرأة وكفائتها ونتاجها سواء كان في الملعب سواء كان في الإعلام الرياضي سواء كان في الأداء بأي شيء هناك تعتيم ونظرة ذكورية بأن المرأة لا تستحق مثلا الأجور العالية إذا نحن أخذنا سجمانة ملاحظة كثير بسيطة أنه الرجل كلما تقدم بالعمر وأدم لأي وظيفة بديها رح يأخذ أجر كثير عالي بينما الست إذا تقدمت في العمر بقول لك هذه ستة كبيرة بالعمر طب أوكي الكفاءة أين هي الكفاءة؟ إذن نتعامل مع ضبابية في الأفكار والتمييز الذكوري ومعايير مزدوجة والسطوة طبعا طبعا نسجمانة السطوة الذكورية هي العائق الأساسي في بعض الأحيان أمام المرأة إلى جانب هذا الاستلشاق أو الاستهتار بالمرأة والتمييز ضدها من حيث الأجور ومن حيث منحها التقدير الذي تستحق تتعرض اللاعبات أيضا إلى أشكال مختلفة من التحرش الجنسي أكان جنسي مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذا طبعا يؤثر بطبيعة الحال على رغبتهن في خوض هذا المجال كيف يمكن تأمين بيئة أكثر أمانا للمرأة في الرياضة؟ الحيادية ستة جمانة نرجع بنقول الحيادية في التعليق خلينا نقول الرياضي هي من أهم المميزات للمعلقين والمحللين والمفسرين وحتى المتابعين يعني نحن مرات نشوف في البيت عم بيقولوا شو حلوة هالبنت شو مثلا جميلة خلينا نعكس الآية لو إنها نقول إعلامية عم بتعلق معلقة رياضية وقالت شو جمال هالشاب شوف ما أحلى عيون الزرق لقامت الدنيا وما أعدت ولربما تفصل من عملها ولربما تحاكم ولربما تصير قصة موجودة في المجتمع العربي نعم برجع بقول سيد جمانا بأن النظرة الذكرية هي المسيطرة على واقع الرياضة النسوية نوعا ما نعم استيزعوني سؤالي الأخير لألك للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية دارت مباراة رياضية في دور المحترفين للرجال عام 2021 بطاقم تحكيم نسائي كامل ولكن بالرغم من الترحيب الواسع الذي لقاها إعلان الاتحاد الأردني لكرة القدم عن هذا الموضوع ولكن كانت هناك ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض ولماذا طاقم الحكم يجب أن يكون نسائي؟ هل برأيك أن المجتمع الأردني لا يزال لا يتقبل ممارسة النساء لهذا الدور؟ ولماذا؟ هذا السؤال جميل جدا أنا أعتقد بأن المجتمع الكروي الأردني لا يتقبل وجود الرجال في التحكيم يعني هناك احتجاجات مستمرة على التحكيم وهناك مطالبات عديدة بإسناد مهمة قيادة المباريات الجماهيرية لحكام من الخارج حتى موضوع التجربة الأردنية في مجال التحكيم النسوي وجدت أيضا نوع من الاحتجاج على يعني خلينا نحكي فيه تشجيع وفيه حماس لكن في بعض الأراء كانت عارضة الفكرة وحتى موضوع تحكيم الاتحاد لما أسند الدور للحكمة المبدعة إسرائيل بيضين أسند لها مهمة قيادة مباراة تحصيل حاصل بين فريق هابط وفريق ثابت في الدوري لكن هي عبارة عن تجربة فريدة من نوعها وتجربة رائعة جدا وأنا أعتقد بأنها تشكل مقدمة لقادم جيد بالنسبة للتحكيم النسوي الأردني فبالتالي أنا برأيي بالمختصر الشامل أنه تجربة فريدة نتمنى أنها تتكرر ونتمنى أن يكون لدى الحكمات ثقة بالنفس كبيرة حتى أنه يساهموا في المستقبل بأنهم يقودوا المباريات القوية في الدوري المحترفين الأردني للرجال أستاذ عوني فريج ودكتورة منال بازدوغ شكرا جزيلا لمشاركتكم في هذه الحلقة من كلمة حق المرأة تعطيها النصف فتعطيك الضعف هكذا هي الأنثى ولكن يبدو أن المجتمع الرياضي لا يعترف بهذه القاعدة فالفريق الفائز بكأس العالم للسيدات عام 2015 حصل على 2 مليون دولار من الفيفا أما الخاسر في ربع نهائي كأس العالم للرجال عام 2018 فحصل على 16 مليون دولار من المصدر ذاته الرجال بخسارتهم ربعا نهائي يحصلون على ثمانية أضعاف ما تناله النساء للفوز بالشيء كله كان هذا نص تغريدة الناشطة شارلوت كليمر يظهر فيه التمييز الواضح ضد النساء في هذا المجال لاعبات كثيرات في كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية يناضلنا اليوم من أجل تغيير قواعد اللعبة وتكريس احترام اللاعب الأنثى ومعاملتها على أساس موهبتها وليس جنسها النساء في عالمنا العربي قد يتحملن نظرة المجتمع وسخريته، ذكورية الاتحادات، تجاوز المديرين والمدربين، تهميش الحكومات والأعلام ومع ذلك هن لا يتخلينا عن أحلامهن في تطوير الرياضة النسائية لكونها واحدة من وسائل تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة تصبحونا على حق